شيع العشرات من أهالي مدينة الموصل الشابين الذين سقطا يوم أمس نتيجة القصف التركي الذي استهدف قضاء زاخو هذا وأدان أهل المحافظة القصف التركي الذي يوقع بين الحين أو يقع بين الحين والآخر ضحايا مدنيين عراقين عزل مطالبين في الوقت ذاته المجتمع الدولي أن يوقف هذه الخروقات التي بدأت تتصاعد وطيرتها في الآونة الأخيرة اليوم كان يوم حزين فعلا لهذه المدينة مدينة الموصل ولأهل المحي المثنى خاصة بوفاة أحد شبابها البارزين الأخ يوسف عمار طبعا نتيجة حسب ما ذكر لنا القصف التركي اليوم نستغرب من هذا التجاوز على السيادة العراقية الكل يعلم أن العراق يملك سيادة واليوم نتفاجأ بهذا القصف داخل الأراضي العراقية نتمنى من الحكومة أن تقوم بواجبها فيما يخص حماية مواطنيها وفيما يخص أمن مواطنيها داخل أراضي البلد لدينا أمل أن الحكومة العراقية ستقوم بواجبها لا يجب أن تستثمر هذا الذي حصل اليوم لا يجب أن تستثمر الحكومة العراقية لأن هذا الشيء إن لم توقفه الحكومة العراقية سيتكرر وسيكون هناك مزيد من القتلى والشهداء داخل هذه المدينة أو للعراق بأجمعه والله يوسف ما لو أي ذنب الرجل متخبرج جديد وخاطب وعلى بواب زواج فقدر الله وماشوة على راح ضحية هذا العمل اللي ما لو اذنب به والله راح هو سياحة على الشمال رايح سياحة السياحة وما يعرف ما الاتفاجأ هو يمكن ما يعرف هال مكان به ههم مكان خطر أصلا لأنه أصلا راح بين عوائل يعني هنا أحنا اللي عرفناه هو بقرية يعني قرية بيها ناس يعني قرية بيها ناس يعني قرية بيها ناس تنظر به هكي يعني الله الله شايف الله